أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر أن إطلاق الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يؤسس لبدء مرحلة جديدة من التعاون مع البنك والذي يعد أحد أكبر المؤسسات التنموية الدولية التي ترتبط مع مصر بعلاقة وثيقة خاصة في قطاع الطاقة المتجددة ومجالات التحول الأخضر وقال وزير الكهرباء أن الإصلاحات المتتالية أسهمت في زيادة الاستثمارات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الطاقة الجديدة والمتجددة وبدعم تحول مصر من دولة تعاني من نقص في الطاقة إلى دولة لديها فائد لتتقدم في المؤشر الفرعي المعني بالحصول على الكهرباء ضمن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي